تسلم صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء رسالة خطية موجهة إلى حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البلاد المعظم حفظه الله ورعاه من فخامة الرئيس حسن شيخ محمود رئيس جمهورية الصومال الفيدرالية جاء ذلك لدى لقاء سمو حفظه الله في قصر الرفع اليوم بحضور سعادة الدكتور عبداللطيف براشد الزياني وزير الخارجية ومعالي الشيخ سلمان بن خليفة الخليفة وزير المالية والاقتصاد الوضني معالي السيد عبدالرحمن عبدالشكور المبعوث الخاص لفخامة رئيس جمهورية الصومال الشؤون الإنسانية والجفاف والذي نقل تقدير واعتزاز فخامة رئيس جمهورية الصومال الفيدرالية إلى حضرة صاحب الجلالة ملك البلاد المعظم حفظه الله ورعاه وصاحب السمو الملكي ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله كما حمله سموه تحيات جلالة الملك المعظم حفظه الله ورعاه وتحيات سموه إلى فخامة رئيس جمهورية الصومال الفيدرالية وخلال اللقاء أكد صاحب السمو الملكي ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حرص مملكة البحرين على دعم وتعزيز العلاقات مع الصومال متمنيا للصومال المزيد من الأمن والاستقرار